الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فما حكم ضرب الأمثال بالقرآن؟ هذا ما نتحدث عن إن شاء الله في هذا الدرس يعني هل يجوز أن نجعل آية من القرآن أو جملة من القرآن مثلا يضرب في حديثنا وفي كلامنا؟ المؤلف في كتابه مباحث في علوم القرآن تكلم عن هذه المسألة في موضعين متفرقين في موضوع أمثال القرآن أولا عندما تكلم عن الأمثال المرسلة ذكر في آخر هذا النوع مسألة وقال واختلفوا في هذا النوع من الآيات الذي يسمونه إرسال المثل وحكم استعماله استعمال الأمثال التي عند العرب فرآه بعض أهل العلم خروجا عن أدب القرآن قال الرازي في تفسير قوله تعالى لكم دينكم ولي دين قال جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة يعني عندما يتناظر اثنان فيقول أحدهما إذا أراد أن يترك الآخر لكم دينكم ولي دين يعني لك رأيك ولرأيي قال وذلك غير جائز لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل يتدبر فيه ثم يعمل بموجبه قال المؤلف وراء آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد كأن يأسف أسفا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول ليس لها من دون لا يكاشف أو يحاوله صاحب مذهب فاست يحاول استهواءه إلى باطله فيقول لكم دينكم ولي دين والإذم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزح طبعا هذا الموضع الأول الذي ذكره فيه الموضع الثاني عقد له فصل أو مبحث أو موضوع فقال ضرب الأمثال بالقرآن قال جرت عادة أهل الأدب أي سوق الأمثلة في مواطن تشبه الأحوال التي قيلت فيها وإذا صح هذا في أقوال الناس التي جرت مجرى للمثل فإن العلماء يكرهون ضرب الأمثال بالقرآن ولا يرون أن يتلو الإنسان آية من آيات الأمثال في كتاب الله عند شيء يعرض من أمور الدنيا حفاظا على روعة القرآن ومكانته في نفوس المؤمنين ثم نقل قولا لأبي عبيد قال أبو عبيد وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح جئت على قدري يا موسى قال فهذا من الاستخفاف بالقرآن ومنه قول ابن شهاب الزهري لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد يقول لا تجعل لها نظيرا من القول ولا الفعل هذا ما ذكره على كل حال لم يتضح من خلال كلامه رأيه في هذه المسألة لأنه نقل أكثر من قول ولم يبين رأيه بوضوح بحث الدكتور الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله هذه المسألة في كتاب المدخل لدراسة القرآن بحثا موسعا فقال طبعا حكم الاقتباس وما جرى مجره يعني الاقتباس من القرآن وما جرى مجره قال ومن المسائل المهمة معرفة حكم الاقتباس من القرآن ثم قال وإليك خلاصة ما ذكره العلماء في هذا قال الإمام السيوطي في الإتقان الاقتباس تضمين الشعر يعني ما هو الاقتباس هو تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه يعني يأتي فيه من غير أن يتضح بأنه قرآن لا يقول قال الله تعالى كذا وإنما يدخله في كلامه سواء كان شعرا أو نثرا قال بأن لا يقال فيه قال الله تعالى ونحوه فإن ذلك حينئذ لا يكون اقتباسا بمعنى لو أدخل فيه قال الله تعالى هذا ليس اقتباسا وإنما الاقتباس أن يأتي الكلام من القرآن ضمن الكلام من غير إشارة إلى أنه من كلام الله قال وقد اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على فائله وأما أهل مذهبنا وهم الشافعية فلم يتعرض له الأقدمون ولا أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصارهم واستعمال الشعراء قديما وحديثا قال وقد تعرض له جماعة من المتأخرين فسئل عنه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فأجازه واستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله في الصلاة وغيرها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فأخذها من القرآن يعني وقولها اللهم فالق الإصباح وجاء إلى الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر وفي سياق كلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وفي آخر حديث لابن عمر قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا كله يدل على جوازه في مقام الوعظ والثناء على الله والدعاء وفي النثر ولا دلالة فيه على جوازه في الشعر وبينهما فرق قال فإن القاضي أبا بكر من المالكي يصرح بأن تضمينه في الشعر مكروه وفي النثر جائز واستعمله أيضا في النثر الإمام القاضي عياظ في مواضع من خطبه أو من خطبة كتابه الشفاء الخطبة الكتاب يعني مقدمة الكتاب وقال الشرف إسماعيل بن المقر اليمني صاحب مقتصر الروضة في شرح بديعته ما كان منه في الخطب والمواعظ ومدحه صلى الله عليه وآله وصحبه ولو في النظم فهو مقبول وغيره مردود قال وينبغي أن يلحق بذلك مدح الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والسلف الصالحين والعلماء العاملين وقال في شرح بديعته الاقتباس ثلاثة أخسام لاحظوا هذا التقسيم فهو الخلاصة في هذه المسألة الاقتباس ثلاثة أخسام مقبول ومباح ومردود فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود والثاني ما كان في الغزل والرسائل والقصص فهذا مباح والثالث على ضربين يعني المردود على ضربين أحدهما ما نسبه الله إلى نفسه يعني قول من قول الله فلا يجوز أن تضيفه إلى نفسك ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله فكتب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لا شك أن هذا سيء ومردود ونعوذ بالله منه لأن هذا من كلام الله والله هو الذي له هذا الأمر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فقول هذا تطاول على الله وقد يصل إلى حد الكفر والظلم والعياذ بالله الذي لا يقبل من أحد ممن انتسب إلى الإسلام لكن قد يقع فيه بعض الجهلة وهو خطير على كل حال قد يوقعه في الكفر لأنه قد يكون نوعا من الاستهزاء بالقرآن الكريم قال والآخر يعني المردود النوع الثاني تضمين آية في معنى هزل ونعوذ بالله من ذلك كقول أحد الشعراء ونعنقله ونقل الكفر ليس بكافر وأرخى إلى عشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون وردفه ينطق من خلفه لمثل هذا فليعمل العاملون هذا نوع من السخف والاستهزاء وهذا لا شك أنه مردود لا يجوز قال السيوطي تعليقا على هذا التقسيم وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول قال محمد أبو شهبة وأنا أيضا أستحسنه جدا الاستحسان وبه أقول ثم قال محمد أبو شهبة وقد ذكر الشيخ تاج الدين ابن السبكي في طبقاته في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادي من كبار الشافعية وأجلائهم أن من شعره قوله يا من عدا ثم اعتدا ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينته يغفر لهم ما قد سلف ثم عقب فقال يعني السبكي استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره له فائدة فإنه جليل المقدر أو جليل القدر والناس ينهون عن هذا وربما أدى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز وقيل إن ذلك إنما يفعله الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون ويذهبون على الألفاظ واثبت من لا يبالي قال وهذا هو الأستاذ أبو منصور من أئمة الدين وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتين طبعا علق السيوطي على هذا قال ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله لأنه قال أبشر بقول الله في آياته أو في آيه إن ينته يغفر لهم ما قد سأل فهذا ليس من الاقتباس لأنه قال قال الله تعالى وقد قدمنا أن ذلك خارج منه على كل حال نقل أيضا قال وأما أخوه الشيخ بهاؤ الدين يعني فقال في عروس الأفراح الورع اشتناب ذلك كله وأن ينزه عن مثله كلام الله ورسوله ثم قال السيوطي رأيت استعمال الاقتباس لأئمة أجل منهم الإمام أبو قاسم الرافع وأنشده في أماله ورواه عنه أئمة كبار الملك لله الذي عنت الوجوه له وذلت عنده الأرباب متفرد بالملك والسلطان قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا وزعم الملك يوم غرورهم فسيعلمون غدا من الكذاب فضمن هذا شيئا مما في القرآن الكريم من الجمل والعبارات وروا بعض الأبيات في ذلك ثم قال أبو شهبة رحمه الله وأنا أميل إلى عدم استعماله في الشعر حتى لا يتوهم متوهم أن في القرآن شعر وإن كان فعله هؤلاء الكبار ثم قال وأختم هذا الفصل القيم الذي أمتعن به الإمام السيوطي في إتقانه بأن الكلمة من القرآن الكريم أو الآية يقتبسها المقتبس في كلامه مهما بلغ هذا الكلام من الفصاحة والبلاغة فتضفي على الكلام نورا وبهاء وروعة وفخامة وتكون متميزة عما قبلها وعما بعدها تميز الدرة اليتيمة الثمينة بين حبات العقد والجوهرة المتلألئة بين الحصى وحبات الرمل وكالشمس إذا طلعت كسفت بقوة ضوئها ضوء النجوم الكواكب وهذا سر من أسرار كتاب الله التي لا تنقضي عجائبه وأسراره بقيت مسألة واحدة نختم بها إن شاء الله في اللقاء القادم نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجل